قبل ما نبتدي حلقتنا هناك عزاء واجب بس يا كريم الواحد كان نفسه ان هو كمان يبدأ النهاردة او الحلقة او نقول صباح النصر زي ما احنا متعودين مع حضراتكم وفكرة كمان بداية الاسبوع وبداية العودة مرة تانية والاخبار المفرحة للنادي الاهلي دايما يعني بيكون مالي بيها المنشطات والعنوين وغيره لكن للأسف الشديد برضو هنرجع ونقول البقاء لله وبنعزي انفسنا قبل ما نعزي يعني اهالي الشهداء طبعا مفيش بيت في مصر اعتقد ما كانش حزين على يعني الخبر الموجع امس على جنودنا اللي استشدوا اثناء تصديهم لعمل ارهابي في منطقة تحديدا شرق القناة حاجة كانت مؤسفة جدا حاجة كنا قلنا خلاص يعني ربنا تاب علينا منها لكن لأسف شديد الارهاب يعني لا دينا له في نفس الوقت لا يتوقف وفي العالم كله مش عندنا بس يعني محدش يفتكر مثلا ان ده تقصير من مصر ابدا كل العالم بيتعرض ليه حملات زي دي وبتعرض لارهاب من هذا النوع الخسيس فرحم الله طبعا جنودنا ربنا يحمي مصر بنا يحمي شعبها بنا يحمي جنودنا اذا اقول لك يا كريم يعني برضو بمناسبة اللي احنا بنتكلم فيه ده او الحادث اللي احنا دلوقتي للأسف بننعين انفسنا قبل اي حد بخصوصه كان من كام يوم فيه فطار خاص باهالي الشهداء مع سيادة الرئيس وكان فيه صالة كمان انا كنت محظوظة الحمد لله ان انا حضرت هذا اللقاء او هذا الفطار اللي كان فيه تكريم للشهداء بتاعنا الخاصة بالدخلية او بالقوات المسلحة او كمان القطقم التبية في الفترة اللي فاتت يعني عايز اقولك كان ليهم دور لا يقل عن دور اي حد يعني او اي جندي فعلا الاهالي بتوع الشهداء اللي لسه عندك من شهر تمانية او شهر ستة لسه مستشهدين او لسه متوفيين في يعني نتكلم في او من خلال اشهر بسيطة جدا لما تروح بقى وتشوف السيد الرئيس هو بيقرمهم وازاي كمان ولادهم او زوجتهم الوجع اللي عندهم وكان فيه منهم بيكي يعني بكاء انت من جواك قلبك بيوجعك فالوجع اللي احنا بنتكلم على الاساسه ده يمكن مش حسينه بشكل مباشر لكن ربنا ما يوريه لحد فربنا يرحمنا حقيقي من اللي بيحصل ده وينتقم خلينا نقول في الاول في الاخر والواحد بالاسف ما عندهش غير حاليا انه هو يقول خالص التعازي حقيقي هنعمل ايه بس هو اي دولة في الدنيا بتحارب الارهاب اكيد مسألة القضاء على الارهاب ما هياش عاملها سهلة وزي ما انت بتقولي ما بتتمش في يوم وليلة دي حدوتها بتاخد وقت طويل قوي وبتستنزف موارد دولة وبتستدعي وجود تضحيات من كتير جدا من البيوت المصرية ما فيش بيت فيك يا مصر ما فيهوش جندي مجند او صف زابط او زابط سواء في قوات المسلحة المصرية سواء في وزارة الداخلية فاحنا بنتكلم على ان العزاء ده او يعني هو عزاء واجب لانفسنا احنا بنقول دايما انه عزي انفسنا قبل ما نتقدم به اسمة واصدق ايات العزاء لأهالي واسر الشهداء احنا بنعزي انفسنا في المقام الاول زي ما كنت بقول لكم ما فيش بيت في مصر يخلو من وجود جندي مجند في قوات المسلحة المصرية كمان يعني جنودنا كلهم هم ابناء الشعب المصري كله مبارح طبعا بطبيعة الحال حرصت كل مؤسسات الدولة وكافة الهيئات الرياضية على ان هي تنعي شهدائنا وطبعا كان النادي الاهلي بطبيعة الحال صباق وحريص سواء كان النادي الاهلي او قناة الاهلي كانوا حريصين جدا على نعي شهداء الوطن ومئة قوات المسلحة اللي طالتهم يد الغدر في منطقة شرق القناة وطبعا قدموا ارواحهم فداء للبلد وربنا يتغمدهم برحمته ويمين بالشفاء العاجل يا رب العالمين على كل المصابين ويحفظ ابناء الوطن يعني القائمين على امنه وسلامته احنا منتكلم على الناس دي بقى ما فيهاش ولا دي مش افورة ولا صيغة كده بتتألف المواقف المشابهة احنا منتكلم على الناس مش بس بيقولوا كده دل بيعملوا كده الناس بتضحي بنفسها وباروحها عشان البلد دي تقف على رجليها وعشان كلنا نعيش يعني هو ضحى عشان احنا نعيش دي يعني حاجة متكررة نفسنا 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 نحنا نتوقف عن يعني الكلام عن هذه النوعيات من العمليات الالهابية الغشمة ولكن هنرجع ونقول اكيد اكيد كل شيء وليه اخر وربنا يرحمهم برحمته ورحمة للأسف يا كريم الدنيا يعني ما فيهاش خير بس الدنيا خير وشرق وحتفضل كده الى يوم القيامة فتي حاجة احنا عارفينها بس على قد ما نقدر الواحد بيدعي ربنا انه يبن عنه الشر يبن عنه انا مش عارف اقول عليهم بشر لكن هما اشخاص محسوبين على البشرية ومحسوبين على الانسانية لكن هما لا ينتموا باي شكل من الاشكال وجع القلب اللي انت بتعمله لكل بيت يعني بيفقد شخص وبيفقد ابن وبيفقد زوج يعني ليه ليه في الاول في الاخر انت بتحاول تثبت ايه بتحاول تعمل ايه بتحاول تهد ايه حاجة بقت صعبة صراحة جدا بس ربنا في الاول وفي الاخر موجود واكيد مجودات الدولة لا تتوقف ونتمنى يعني في القريب العاجل فعلا ان احنا ملقاش نسمع حاجة زي كده قبل ان هي بتحصل على اراضينا بس خليني برضو انتقل